طبعاً من المهم اليوم أن أنت يعني من المهم أن الدولة تبدي توظف الأبناء يعني الكوتيين تعطيهم فرص وظيفية الصبح والعصر شو المشكلة أنه يجمع بين وظيفتين أيضاً أنت اليوم التكويت في بعض المناصب الحساسة ما تتحمل أن أنا يكون عندي غير كويتي وهذا في الدول متطورة تسويه في جهات معينة خصوصاً في القضاء أو في الوظائف الحساسة أو حتى مثلاً في الأعمال الاستشارية اللي في مجلس الوزراء أو الديوان الأميري أو الأماكن الحساسة في الدولة يجب تكويتها في السرعة القصوى وفي الوضع العاجل لأن هذه أماكن فيها إسرار دولة فمو صح أني أنا اليوم ما يكون اللي متقلد هذا المنصب يكون مثلاً ابن هذا البلد وبالعكس عشان السيكوريتي والسيفتي في الدولة لازم تكون هذه الأمور تحت أيادي ناس كويتين إحنا نرحب في غير الكويتي في الوظائف مثلاً العادية وإذا كان في اكتفاء من الكويتي وخذ وظيفته بالعكس بعدين نفتح المجال حق العموم أنه هو يبدأ يدخل بهذه الوظائف